تشوف إنه حالياً نفسياً كتير متضرر هالشخص كتير تعبان يحس بي ندم ممكن إنت اللي تكون تركت العلاقة أو اشترقت مع هالشخص ولكن هو التغيرات اللي عم يحس فيها حالياً عم يشوفها مفاجئة ما كان يتوقعها عم يحس بخسارة بخسارة بالحب العاطفة عم يحس إنه خسرك خسر التواصل عم يزيد بالتفكير بالباضي عم يركز أكتر على الجانب السلبي بالعلاقة بالنسبة تعقدكم المشتركة أو ممكن نشوف واحد من الأسباب اللي اللي قدت لو يعني وجود مشاكل بينكم في بينكم غيرة كتير في شخص عم يغار كتير على الشخص الآخر متحكم في شخص متحكم كنترولينج بيحب إنه الأمور تمشي متل ما هو بيريت أو بيحب يعني يتحكم بالشخص الآخر أو كأنه يمتلك الشخص الآخر لأنه عم شوف المشاكل أغلبها يعني عم تنبع بسبب إنه الشخص بيحبك كتير أو بسبب وجود مشاعر عميقة كتير بينكم أدت إلى وجود غيرة عميقة بينكم في شخص بالعلاقة كتير متحكم بيعتبرك في طرف العلاقة بيعتبر الطرف الآخر ملكه فأيضا ممكن هالشخص جسديا كتير بيغار عليك أو أنت بتغار على هالشخص جسديا كتير لأنه ممكن يكون محوط بأشخاص عدة وإنت أو هو مش عاجبه هالإشي هالشخص مش عاجبه الشخص الأمامي الطرف اللي أمامي مش عاجبه إنه في أصدقاء كتير حواليك وهالإشي أدى إلى وجود حواجز بينكم والسلوب دفاعي والسلوب هجومي بينكم دفاعي وهجومي يعني أنت دائما مستعد على أهبة الاستعداد لأي إشي عمشوف أيضا واحدة من الأسباب اللي عم تعيق العلاقة بينكم أو التواصل بينكم إنه أنتو كتير مركزين على الماضي اللي صار بالماضي يعني في أشخاص البعض منكم متحزن إنه الأمور كانت أفضل بالماضي أفضل مما هي عليه حاليا وبدو الأمور ترجع مثل الماضي أو تكون مثل الماضي ما في عقلية منفتحة ممكن لأن الأمور ممكن يعني دائما تتغير الأمور في شخص متمسك بالتواصل القديم اللي بينكم، المشاعر القديمة اللي بينكم نشوف خطوتك أنت بالمستقبل الخطوة القادمة لبرج الجوزع سيلف لوف فإنت مركز كتير و رح تركز أكتر على حالك إنه عم شوف إنه أنت ممكن حسيت إنك عطيت كتير لها العلاقة ولها التواصل فإنت مركز حاليا أكتر على حالك أيضا عم شوفك عم تحس إنه الإشي اللي سويته للبعض منكم اللي اختار قرار معين أو إشي معين أنا عم شوف إنك راضي عنه وعم تحس إنك طلعت من الموضوع منتصر مركز على جانب الروحاني كتير بحياتك في المستقبل خطوتك يعني للمستقبل رح تركز أكتر على الجانب الروحاني لأنه أنت بتحس إنه هاي هي الطريقة الوحيدة أو الطريقة الصحة الأفضل لحل الأمور إنه أنت تركز على حالك تشتغل على حالك تطور من حالك إنه مش كل إشي في عندك القدرة على هم المشاكل في بعض الإشي أنت لازم تشتغل عليها جوه حالك وهو لازم تشتغل عليها أيضا جوه حاله فعم شوف في المستقبل أنت عم تفكر لسه باستقرار بدك إشي مستقر بدك على الناحية العاطفية ومن الناحية العاطفية بدك تكون أسرة ولكن عم شوف إنك بالمستقبل ناضج أكتر لأنه عندك بكروتك أو بالطاقة الحالية عندك أغلب الكروت شخصيات صغار أو شخصيات غير ناضجة أو غير متشور عقليا ولكن بإطاقتك للمستقبل عندك ملكتين Queen of Wands و Queen of Swords فبيبين أنه أنت من خلال السلف لوف السلف هيلين من خلال الشفاء الذاتي راح توصل إلى مرحلة اللي أنت تكون فيها ناضج فكريا يعني حتى بحكمك على الأمور وبحكمك على العلاقة وباتخاذ القرارات بها العلاقة راح يكون منظورك منطقي أكتر راح يكون منظورك logical أكتر أو في حكمة أكتر لأنه أنت مركز على الجانب الروحاني أيضا فأي قرار راح تختاره مش راح يكون قرار بناء على قرار متهور مش راح يكون قرار متهور من نسبة للخطوة القادمة للحبيب أو للشريك راح يمر بتغيرات هالشخص وعندك ففيه إشي بحياته هالشخص عم يسكر فيه حاليا كارما لازم يحلها أو أيضا بصراحة الشخص اللي أنت عم تتعامل معه أغلب العقبات اللي بينكم هي عقبات في داخل هالشخص يعني فيه عنده فهالشخص من جوع بعقل الباطني فيه عنده عادات لازم يتخلص منها إشياء لازم يتخلص منها ذويل فيه عنده تغيرات لابد من أنه تصير ولكن هو عم شوفه بده يحكي لأنه Ace of Swords تواصل Eight of Wands أيضاً تواصل سريع فهو البعض منكم اللي مستني خبر من هالشخص عم شوف بخطواته بالمستقبل فيه عنده نية إنه هو يحكي معك والحكي رح يكون عم شوف على جانب صداقة أكتر يعني رح يحاول يرمم الأمور اللي بينكم أو يصلح الأمور بينكم بإنه يكسبك كصديق قبل ما إنه يكسبك كحبيب لأنه هو بيشوف إنه هاي هي الطريقة الأمثل لحل الأمور ممكن يكون التغير بالسلوب الحكي معه إنه رح يحكي معك بطريقة مش كتير أو ما فيها كتير غزل أو مش كتير مشبعة بالعاطفة ولكن ممكن تكون على جانب صداقة أكتر لأنه بشوف بده هالشخص يكسبك كصديق قبل ما إنه تكون حبيب أيضاً Ace of swords تواصل رح يكون فيه إشي رح يعترف فيه هالشخص فيه عنده إشي بده يعترف فيه هالشخص بده يحكي فيه طيب بدنا نشوف طاقتكم المشتركة للمستقبل فيه حدا فيه طرف لأنه هال هالطاقة بينكم مشتركة ففيه طرف عم يتبنى طاقة أو شخص دائماً بيحكي للطرف الآخر أنه أنا مظلوم دائماً أنت دائماً تظلمني أنت دائماً بيتخذ هالطريق طريق أنه يحسس الطرف الآخر بالذنب أيضاً عم شوف أغلب الكروت اللي طلعت عندكم يعني أوراق جميعها مادية هون أو أرضية فالطاقة بينكم الطاقة الأرضية عادةً تكون طاقة كتير بطيئة بالحركة فالتحرك بينكم رح يكون بطيئ أيضاً رح يكون فيه تحفظ كتير من الطرفين بإظهار المشاعر بينكم رح توصلوا إلى مرحلة تحسوا فيها أنه فعلاً أنت عم تحط مجهود وهو عم يحط مجهود ولكن هم شوف فيه فيه طرف منكم رح يرسم حدود رح يقرر أنه يحط حدود في هالعلاقة لتجنب أنه الأمور ما تطلع خارج انطاق السيطرة يعني أنتم فهمتوا عم شوف الطاقة المشتركة في المستقبل أغلبكم فهموا أنه حتى ولو هي علاقة عاطفية لابد من أنه يكون فيه حدود ومساحة خاصة بكل طرف لابد أنه يكون فيه مساحة لإلك مساحتك أنت الخاصة ومساحة لإله مساحته هو الخاصة فعم شوف بالمستقبل فيه تحفظ رح يكون حدود إيجابية يعني هي حدود مش سلوية فيه رح يكون بينكم حدود بمعنى أنه ما حدا يتجاوز مساحة الطرف الآخر أيضا عم شوف فيه شراكة بالشول تواصل بينكم رح يكون أفضل بيجوف سويتس فيه عندكم رح يكون مواضيع أكتر تحكو فيها تواصل رح يكون صريح أكتر مش رح يكون فيه مشاكل أكتر يعني ويستحكو مع بعض فيه نوع من النضج لحل المشاكل حتى لو في مشاكل رح يعني تتناقشوا توصلوا إلى تفاهم مشترك بينكم شغل مشترك بينكم فيه شراكة بالشغل أنت مجرد ما أنك تشتغل على حالك وهو مجرد ما أنه يشتغل على حالك هاي بتعتبر شراكة في المجهود لأنه أنت عم تحاول تحسن من هالعلاقة وهو عم يحاول يحسن من هالعلاقة الحلو صراحة بخطوات المستقبل الطاقة طاقة المستقبل جميعها الحلو فيها أنه عم شوف فيه مضش كتير كبير بينكم بيبات من بطاقتك أنت برج الجوزاء عم شوف أنه فيه مضش وكبر بحل الأمور فبتوقع أنت بالمستقبل رح توصلوا إلى مرحلة أو حالياً ممكن أنت عم تفكر بهالإشي جميع الخطوات اللي رح تأخذوها والقرارات رح تكون مبنية على للمستقبل يعني أي قرار رح تتخذوه رح تفكر أنه للمستقبل عم شوف أنه بدكم تبنوا مستقبل مع بعض مجرد ما أنه أنت تحط مجهود على حالك وهو يحط مجهود على حاله هاي طريقة اللي لحتى تصلحوا العلاقة فيها تكون أفضل 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 أفضل